موسيقى قال رئيس الحكومة تونسية الحبيب الصيد أن صد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة بن جردان الاثنين الماضي لم يكن ممكن دون تناغم بين القوات الأمنية والعسكرية وأهالي المدينة الحدودية وأضف الصيد في أول زيارة لها لبن جردان أن الحذر لا يزال قائما في ظل استمرار عمليات التمشيط بحثا عن مسلحين الحبيب الصيد في بن جردان رئيس الحكومة التونسية جاء لمؤازرة القوات الأمنية والعسكرية وتوجيه رسالة للتونسيين بأن الأوضاع تتجه نحو التهدئة وإن بحذر شديد بفضل التناغم وبفضل منها التعاون بين القوات الأمن والجيش الوطني والقوات المداخلي وتناغم المواطنين معهم بفضل المجهود هدايا المجهود الجماعي فوصلنا منها تغلبنا على المحاولة هذه الارهابية لم تحل الإجراءات الأمنية المشددة دون خروج المئة من الأهالي إلى الشارع على الرغم من حالة الحذر التي تعيشها المدينة منذ هجمات بن جردان فالسابع من الشهر الجاري تحولت زيارة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى بن جردان وهي الأولى منذ هجمات الأثنين الماضي إلى مظاهرات ضد الإرهاب في المدينة التي لا تزال تواجه تهديدات عدة واستحذر وهدوء واستمرار عمليات التمشيط والمسح في المدينة أبقت القوات الأمنية والعسكرية على حالة التأهب في بن جردان في أعلى مستوياتها بل أن التعزيزات التي وصلت المدينة لن تغادرها قبل القضاء على المسلحين كل دقيقة أي جزئية مهما كانت صغيرة توصلنا باش نوصلوا إن شاء الله نعملوا مسح شامل وكامل بإذن الله من روحوا من هنا من بن جردان إلا ما تكون نضيفها مياب بالمياب طويت صفحة زيارة الصيد إلى بن جردان وقد مثلت منعطفا أساسيا منذ هجمات الأثنين رئيس الحكومة التونسية الذي اعترف بدور المثلث الأمني والعسكري والمدني في كبح جماح الإرهابيين أقر أيضا بأن للسياسي دورا أساسيا في حرب لم تبح بأسرارها بعد بسان بونني سكاينيوز عربية بن جردان ينضم إلينا من تونس الكاتب والبحث السياسي زياد الهاني سيد زياد أهلا بك معنا في الأولى من سكاينيوز عربية سأبدأ معك من الميدان سيد زياد المشهد اليوم في بن جردان لا يختلف كثيرا عن الأيام السابقة المواجهات ما زالت مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين المختبئين داخل بن جردان برأيك سيد زياد هل تتجه الأمور إلى مزيدا من التعقيد في بن جردان أم انتهت القصة؟ مبدئيا الأمور تتجه نحو التهديئة خلافا لبعض الأنباء التي تم تدولها هذا اليوم عن القوى اشتباك مسلح بين القوات الأمنية ومجموعة إرهابية داخل بن جردان تبين أن الأمر تعلق بإبلاغ كاذب عن مجموعة إرهابية كان يفترض أنها تكون متحصنة داخل أحد المنازل لما قامت قوات الأمن بمدهمة هذا المنزل ودعوة من كان يفترض أنهم بداخله عبر مكبرات الصوت للخروج ثم أطلاق الطلقات التحذيرية في الهواء تبين أن المنزل كان خاليا وأن المعلومة كانت خاطئة عدا ذلك الوضع هادئ في بن جردان لاحظتم من خلال الصور التي تم عرضها قبل قليل ذلك الزخم الشعبي الكبير الذي خرج اليوم مثل ما يخرج في كل يوم من بن جردان لتأكيد على الالتفاف حول الدولة ورفض الانسياق وراء الإرهابيين لكن هذا لا يمنع أن نتوقع ربما ليس خلال الأيام أو الأسبوع القادمة لكن خلال المرحلة القادمة أن الاستهداف ممكن أن يتكرر وبشكل أكبر لبن جردان بطبيعة الحالة سيد زياد هناك مخوف كبيرة من هؤلاء العناصر التي هربت من برغردان واتجهت إلى مناطق لربما مجاورة مناطق حدودية أخرى هل برأيك سيد زياد ما زالوا في الداخل التونسي وهل السلطات التونسية اليوم قادرة على مطاردتهم بمفردها؟ هو الواضح أن الخطر الذي تواجهه تونس ليس فقط الخطر المجموعة التي تسللت من داخل التراب الليبي وأننا نعرف جميعا أن هناك العديد من الخلايا النائمة الموجودة داخل التراب التونسي والتي تنتظر ساعة الصفر للتحرك نحن نعرف حسب تصريح وزير الداخلية الأسبق أن هناك أكثر من 8000 شاب تم منعهم من الصفر للالتحاب بسوريا بهذه الجماعات الإرهابية لكن لم تكن هناك مجيبات قانونية وقضائية تخول محاكمتهم وإيقافهم لكن ما زالوا في نتطلقا وبالتكيد أولا الأشخاص لم يذهبوا إلى سوريا من تلقاء أنفسهم وأنما كانت لهم ارتباطات مكنتهم من تمهيد سفرهم هذا إذن الخطر يبقى قائم هناك لحد الآن في نتطلق بؤر مسلحة تتحرك على الحدود الغربية لتونس مع الجزائر في ثلاث مستويات مستويين في الوسط من جهة القسرين ومن جهة سيدي بوزيد ومستوى آخر في الشمال الغربي على الحدود مع المناطق الشرقية والولايات الشرقية الشمالية الشرقية للجزائر إذن الخطر قائم وكبير لكن فقط اليقظة الأمنية تبصيد زياد سؤال من فضلك وكذلك الالتفاف الشعبي بما أن هذه المناطق معروفة وتم تحديدة كما ذكرت الآن هل من مخططات تم وضع فقط لتفادي تكرار هذه الحوادث يعني سيناريو بن جردان مثلا أولا ألاحظ أن سيناريو في بن جردان كان سيناريو سيناريو التصدي في بن جردان كان سيناريو معد له سلفا صحيح ومما أثار بعض القيادات المطلعة على هذا في الملف أن الإعداد والتوصيف كان من الدقة بحيث لم يكن يتصور أحد أن السيناريو الذي أعدته السلوط العسكرية في النتونسية كان سيطبق بحذافيره مثل ما توقعته إذن بالنسبة للإمكانات هنا التصور والإعداد المادي للتصدي هي موجودة وتستند إلى قدرات عالية وإرادة في النتونسية قوية هناك مشكلة أساسية تعلق فيما يتعلقني بالتسليح وتوفر بعض العناصر اللوجستية بعض عناصر التحرك الميداني الذي ما زالت تنقص قواتنا المسلحة حتى تكون ربما أكثر فمتفاعلية في عملية التصدي هذه هناك طلبية من مروحيات بلاك هوك الهجومية التي تم طلبها من الولايات المتحدة في السنة الفارطة والطلبية ستسلم بعد أشهر قليلة فمتي من الآن وهو ما سيعزز قدرات التحرك لداء الجيش التونسي لكن الأهم من هذا كله في تقديرنا هو هذه الحاضنة الشعبية التي أظهرت رفضها الإرهاب وإرهاب دون حاضنة شعبية لا يمكنه أن ينمو ولا يمكنه أن ينمو هنا أهمية التصريح تصريح الحبيب الصيد اليوم من بن جردان بعد زيارته إلى هذه المنطقة هو دعا التونسيين بالتبرع لدعم جهود مكافحة الإرهاب سيد زياد ما مدى استعداد التونسيين للقيام بذلك وإلى أي مدى حادثت بن جردان يعني اليوم التي بدأت بتبليغ من سكان هذه المنطقة يمكن أن تشكل حافزا للمناطق التونسية الأخرى أعتقد أنه مهما كانت حملة التبرعات ستوفر من إمكانات لدعم المجهود الحربي في تونس إلا أنه ستكون بكل تأكيد ضعيفة لهذا السبب نعتقد أن الأصلح والأولى هو ونحن نتحدث في تونس اليوم أننا في حرب ضد الإرهاب هو أن نحول اقتصادنا إلى اقتصاد حرب بمعنى أن الجزء الأساسي من المجهود الاقتصادي الوطني يجب أن يذهب لخدمة أهداف الحرب وهي أساسا التسليح والحصول على المعدات المطلوبة في هذه الحرب من المفترض اليوم أنه في كل ما يتعلق ربما بالنشاط الاقتصادي والحراك الاجتماعي يجب أن نراعي أننا في حالة حرب وبالتالي يجب أن تتوقف كل أشكال الاحتياجات الاجتماعية كل أشكال ووقف الانتاج وخاصة المواقع الانتاج الاستراتيجي مثل الفصفات وغيره اليوم للأسف هناك شركات نفطية في تونس بدأت مثل بيتروفاك في جزيرة قرقنا مثلا بدأت تغلق أبوابها وتغادر البلاد بسبب الحراك الاجتماعي والاحتياجات هذا كله يجب أن يتوقف وهو قادر ربما على توفير الإمكانات اللازمة لتونس حتى لا تضطر لكي تمد يدها الآخرين شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي زياد الهاني على هذه المداخلة من تونس